السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي حضراتكم عاملين ايه يا ربي دايما تكونوا خير ومعينا النهار ده فيديو جديد وخبر جديد بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا مننساش نعمل لايك ونشترك في القناة شان يوصل لنا كل جديد من الفيديوهات ان شاء الله وكمان نهار ده معينا خبر عن لعب الكورور يود محرز بعد طبعا هزيمة المنتخب الجزائري هو خلص وسافر على جزر المدليف مع زوجته تايلور وبيقضوا اوقات جميلة برا هما الاتنين مع بعض طبعا جيه بعد دعمها ليه ومسندتها ليه بعد الخسارة وقالت ان هي معي على السراء والضراء وهي دايما وقفة في ظهر ووقفة معي وهو كمان وجه امبارح رسالة للجماهير الجزائرية وقال ان الكورة في التجاهين رايحة جاية فيها مكتب وفيها خسارة وكمان كان متضايق من التعليقات السلبية اللي وجهها ليه بعض الجماهير وكان بيحيي ويخص بالذكر الجماهير اللي وقفت وسندتهم لحد النهاية برغم من الخسارة وكمان بيقول ان ان شاء الله الجاي حيكون افضل وان هو والمنتخب الجزائري كله حيفزل اقصى جهده علشان يوصلوا الكاس العالم ان شاء الله وطول عمر الجزائر ومصر اخوات وطول عمرهم بيحبوا بعض جدا جدا فكل التوفيق للمنتخب الجزائري والمنتخب المصري والف مبروك للمنتخب مصر كده الخبر بتاعنا يكون خلص ونشوف حضراتكم على الف خير ان شاء الله في فيديو جديد وخبر جديد والسلام عليكم ورحمة الله